موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة كوشك الصحافة ونطلع بداية أهم ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والبداية من موقع يمن ونتر الذي كتب عن الذكرى الثانية لإسقاط ميليشيا الحوثي والمخلوع العاصمة صنعاء حيث تساءل الموقع بشاعة إسقاط الدولة ما الذي فعله الحوثيون خلال عامين على اشتياح صنعاء يقول الموقع أسقط الحوثيون العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014 ومنذ ذلك الحين خلق الخوثيون مؤسسات موازية تسيطر على الاقتصاد والسياسة في البلاد وأسسوا لوب اقتصادي ضاغط ومؤثر لعقدين من الزمن وحول الوضع الحكومي والأمني حسب ما وصف الموقع خلال عامين فقد دفع الحوثيون بالألاف من أتباعهم إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفعوا معظمهم إلى رتب عليا إلى جانب إنشاء تنظيم ميليشاوي موازن كما الحرس الثوري في إيران وأنشأت سجونا سرية تابعة لها في صعدة وذمار وعمران والحديدة وحجة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك المعتقلون السياسيون والصحفيون ويصل عدد من اتقل على أيديهم إلى أربعة آلاف إلى جانب تعرض معظمهم للتعذيب يضيف الموقع إن فشل الدولة يعتبر بمثابة حجر الأساس للزهار جماعة الحوثيين حيث خطط الحوثيون للبقاء لعقدين من الزمن قبل أن يصبحوا حكاما من العاصمة اليمنية وسوف تكون هذه الجماعة قادرة على البقاء على قيد الحياة طالما بقيت الدولة ضعيفة هذا يعني بأن تقوية الدولة ومؤسساتها وعدم السماح لها بالفشل هو الطريق الوحيد والممكن لإضعاف موقف حركة التمرد الحوثية عاماني على إسقاط الدولة وتحولها إلى ميليشيا حول هذا الموضوع أيضا عنون موقع المصدر أونلاين عاماني على اجتياح الحوثيين صنعاء فشل الإنقلاب وتعثر الشرعية يقول الموقع بعد عامين على اجتياح ميليشيات الحوثي والمخلوع العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة لا يزال الإنقلابيون يمسكون بزمام الأمور في العاصمة فيما ترابط قوات الشرعية على بعد عشرات الكيلومترات منها بعد حرب طاحنة ومستمرة دفعا ليمنيون ولا يزالون يدفعون ثمنها كل يوم واستطاعت السلطة الشرعية التي حاول الحوثيون الإطاحة بها تدريجيا عقب سيطرتهم على صنعاء تحافظ على ذاتها كحكومة شرعية معترف بها دوليا وفرضت حصارا على الإنقلابيين واستدعت الددخل العربي قيادة السعودية بقيادة السعودية لمساندتها في استعادة أجزاء واسعة من البلاد وتنفيذ عشرات الآلاف من الضربات الجوية التي أضعفت القوة العسكرية للإنقلابيين إلى حد كبير يتابع الموقع أنه في الجانب السياسي لا يزال الرئيس هادي والحكومة التي شكلها برئاسة أحمد عبيد بن داغر هي السلطة الشرعية لليمن المعترف بها إقليميا ودوليا وستطعت حتى اليوم إسقاط الكثير من الأوراق التي راهن عليها الإنقلابيون وفي مقدمتها اللعب على عامل الوقت ومحاولتهم تحريك ورقة البرلمان الذي يتمتع حزب صالح بأغلبية أعضائه لإضفاء شرعية على خطوتهم الإنقلابية الأخيرة الأمر الذي لم ينتج عنه أي أثر يذكر يقلل من شرعية الحكومة يضيف موقع المصدر أونلاين وانطلاقا من ذلك تبقى الحكومة الشرعية في وضع متفوق على الإنقلابيين لسيما في ظل الدعم الإقليمي والدولي والسعودي الخليجي على وجه التحديد لكنها محاصرة بالأخطاء والعثرات بسبب فقدانها السيطرة على مراكز الدولة ومؤسساتها في العاصمة وكذلك عدم التحكم الكامل بالمناطق التي تصفها بالمحررة من الإنقلابيين سقوط مشروع الإمامة في اليمن تحت هذا العنوان كتب الدكتور خالد رويشان في صفحته على الفيسبوك وقال عشية الذكرى الثانية لكارثة الحادي والعشرين من سبتمبر الحوثية الإنقلابية تكون قد مرت سنتان بالكمال والتمام على ذلك الإنقلاب المقلب أقول ذلك لأن ما حدث هو أقرب للمقلب منه للإنقلاب مقلب على اليمنيين والإقليم والعرب والعالم وتعرفون أن المقلب مزيج بين الكذب والتمثيل والخديعة وربما المأساة أحيانا وبعض المقالب ينتهي بكارثة أو مأساة لم تخطر حتى على بال من خطط لينتقم أو تذاكى ليتسلى وهذا ما حدث بالضبط ويحدث حتى اللحظة سلامة الأوطان مسؤولية عظيمة لا يعرفها إلا الرجال العظماء وليس ثمة من سياسي عظيم أو حتى قدير في سنوات اليمن الكارثية التي عشناها ونعيشها وتجرعنا كوارثها العظيم لا يراهن بوطن ولا يقامر بمصالح الشعب ولا يغامر بمستقبل بلاد هذا هو الميزان يا شباب اليمن وهذه هي المسألة باختصار ودعك من الأفاقين مصاصد ماء الشعب مهما كان بريق صولجانهم إذا كان بقي لهم صولجان في عشية الذكرى الثانية هذا المساء لأكبر نكبة عرفها اليمن في تاريخه يتأكد لدينا السقوط النهائي لمشروع الإمامة وهذه هي الشواهد سقط مشروع الإمامة على كل الأصعدة داخليا وخارجيا داخليا كل الشعب أصبح ضد مشروع الإمامة عدا فئة صغيرة جدا وهي تتصاغر مع الأيام خارجيا بعد سنتين لم تعترف دولة واحدة بالإنقلاب حتى بنما أو جيبوتي ثم تفشل مريع على كل المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخيرا فإن الحسنة الوحيدة لهذه الكارثة الكبرى إذ كان من حسنة لها أنها فتحت عيون وعقول الأجيال اليمنية الجديدة على خطورة المشروع الإمامي الكامن بين الجلد والعظم مثل فيروس موقع الموقع بوسط عنوان حول بعض انتهاكات ميليشيا الخطي والمخلوع وقال أكثر من 75 ألف انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبها الإنقلابيون خلال ستة أشهر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قال إن الميليشيا ارتكبت 75 ألف ثلاثمائة واثنين وثمانين انتهاكا تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتقويض سلطات الدولة وتجديد الأطفال والعقاب الجماعي وأشار التحالف لأنه رصد إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال ستة أشهر حيث بلغت أكثر من ألف حالة قتل حدثت خارج القانون بحق مدنيين وأكثر من أربعة آلاف وأربعة وأربعين حالة إصابة إضافة إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانين حالة اختطاف كما رصد الفريق مائة وستين حالة إخفاء قسري واحد وسبعين حالة تعذيب داخل السجون ومائة وثمانية وتسعين حالة اعتداء جميعهم مدنيون التحالف اليمني طالب مجلس حقوق الإنسان بعدم التمادي في غض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الخطي وصالح وعمل ما يلزم لحماية حقوق المدنيين في اليمن وأهمية أن يعجل مجلس الأمن في تطبيق قراراته بحق اليمن لا سيما القرار الفين ومائتين وستة عشر معطن أمريكي يختطف من العاصمة صنعاء هذا ما أورده موقع التغيير نت وقال في التفاصيل إن مسلحين بجهولين اختطفوا معطنا أمريكيا من العاصمة صنعاء الخاضعة منذ عامين لسيطرة جماعة الخوثي وحلفائها ونقلت الأنضال عن شهود عيان قولهم مسلحين مقنعين اقتحموا معهدا لتدريس اللغة الإنجليزية في شارع جزائر بالعاصمة صنعاء واختطفوا مديره العام وهو مواطن أمريكي الجنسي يدعى بيتر ذكر طلاب في المعهد أن المسلحين اقتادوا المدرس الأمريكي إلى دورية خاصة بهم وانطلقوا إلى مكان مجهول ولا يعرف إلى أي جهة بالتحديد ينتمي المسلحون لكن شهودا قالوا إن الأقنعة التي كانت على وجوههم على وجوه الأفراد تشابه التي يرتديها منتسب جهاز الأمن القومي أي المخابرات الخاضعي لسلطة الحوثيين بين ذاكرة شعب وذكرى جريمة كان هذا هو العنوان الذي اختاره الكاتب محمود ياسين لمقاله المنشور في موقع المصدر أولاين والذي قال فيه الليلة هذه وليلة السادس والعشرين من سبتمبر الخط الفاصل بين ذاكرة شعب وذكرى جريمة ترتب على السادس والعشرين من سبتمبر دنيا جديدة يمكن لأي يمني التواجد فيها بإنسانيته وانتمائه للأرض ترتب عليها خلال عقود هذا الحجد من أساتذة الجامعات والمكتبات والمثقفين فما الذي ترتب على جريمة الحادي والعشرين من سبتمبر غير هذا الحجد من المجرمين انتزعت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قيد الإنسان وأخرجت المفكرين والأحرار والمغلوبين من السجون بينما أخرجت الجريمة في ذكراها الأولى مئات القتلة المحكومين بالإعدام من السجون ووضعت بدلا عنهم الآلاف من الأساتذة والناشطين والطلبة كانت ثورتنا دفاعا عن إنسانيتنا بلا ضغينة بينما اقترفوا جريمتهم ثأرا من آدمية البشر ستتعرف اليمن لعيدها من ذاكرة الضو وليس من تهويمات الظلام تعرفون تلك الأسطر التي كتبتها لكم عن الفارق بين الحادي والعشرين والسادس والعشرين إنما كانت مقدمة تبسيطية فحسب حيث لا يقتصر الفارق في التاريخ اليمني الحديث على خمسة أيام تقومون بتقديمها هكذا لتسبقون ليلة الذكر السيئة بالنسبة لكم على سبيل المحو عوضا عن أنه تاريخ اليمن أربعة آلاف أو سبعة آلاف سنة من الدولة والمدرجات وتلك الحالة التي بين الإنسان والأرض وليس بينه وبين فتوى الولاية اليمن كانت قبل صفين والجمل بآلاف السنين ولن ندفع الفارق من هويتنا الآن بوسعكم ارتجال مناسبات أو تكريس أيام تخصكم هذا ما تقومون به منذ البدء عملية فصل بين أيامكم الخاصة وأيام بلد مسكون بالأبدية اليوم الوطني ليس قرار والتاريخ غير قابل للسطو بوسعكم التشبث بالبنك المركزي أو التخلي عنه يمكنكم تحويل المرتبات إلى مسمى تأويلي وصرفها على فتوحاتكم يمكنكم الاستيلاء على المزيد من الأرصدة والمؤسسات والعتاد حتى أنه يمكنكم هذه الأيام الاستحواذ على كل ورقة نقدية لكن الذاكرة تبقى عصية على النهب وأيام الشعب لا تقبل إعادة التسمية بقرار وإلى عدن تايم أو عدن حيث عنوان موقع عدن الغد مدير كهرباء عدن عملية حفريات عشوائية على كيبلة نقل الطاقة تخرج المنظومة الكهربائية عن العمل حيث أوضح مدير عامل مؤسسة العامل الكهرباء المهندس أمجد مانا في تصريح خاص بأن الدائرة رقم 2 في محطة البنصورة الجديدة أخرجت المنظومة الكهربائية بفعل حفريات على كيبلات الضغط العالي في خط التسعين وقال مانا إن مهندسي التحكم تمكنوا من تحديد موقع العطب الذي تعرضت له كيبلات الطاقة الكهربائية نتيجة أعمال الحفر العشوائية وأضاف أيضا الفرق الفنية شرعت بالبدء في عملية إصلاح الضرر الذي لاحق بها والذي أدى إلى خروج المنظومة الكهربائية عن العمل على أن يتم إعادة المنظومة الكهربائية تدريجيا ولا يزال العمل جاريا حتى اللحظة لإصلاح العطب موقع الصهريج نيوز عنوان وزير التربية والتعليم يدشن العام الدراسي في المحافظات المحررة حيث أكد وزير التربية والتعليم الدكتورة أبدالله لملس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدشين العام الدراسي الجديد 2016-2017 بشكل منتظم اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر ضمن التوجيهات الرئيسية لهذا العام وأضح الوزير في الاجتماع الذي عقد اليوم في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن أنه سيتم التركيز على الإدارة المدرسية وتحصينها باعتبارها الحلقة المركزية في تطوير التعليم وإيجاد معايير وشروط لاختيار الإدارة المدرسية المناسبة مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد سيدشن في المحافظات المحررة وطالب الوزير كافة العاملين في القطاع التربوي بتقديم مبادرات وإجراءات جديدة تساهم في تحصين العملية التعليمية وتطويرها من خلال التركيز على الوسائل التعليمية خاصة في الصفوف الأولى للتعليم الأساسي والآن نذهب إلى فصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدين الكرام ونطالع أبرز وأهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العرب الجديد والتي عنونت أيضا حول قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن الذي ما يزال أثره لليوم وقالت ترتبات لبدء نشاط المركزي اليمني بعدن تقول الصحفة في التفاصيل إن المقر الرئيسي الجديد للمصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن التابع للحكومة الشرعية بدأ في التمهيد لممارسة مهامه عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن وقال مسؤول بفرع المصرف المركزي اليمني بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون للعرب الجديد إن ترتبات تجرى لنقل خمسة قطاعات الرئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن وهي العلاقات الخارجية والعمليات المصرفية الخارجية والخزينة والرقابة على المصارف وشؤون الموظفين وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه سيتم أيضا نقل موظفين من فرع عدن إلى المقر الرئيسي الجديد تمهيدا لبدء ممارسة مهامه وإدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وأصبح مقر صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين فرعا للمصرف المركزي في عدن مثل غيره من الفروع وستكون مهمته استلام إرادات وصرف مرتبات موظفي صنعاء فقط وإلى محافظة حضرموت التي نقلت إليها صحيفة الاتحاد الإماراتية وقالت في العنوين قاضي تنظيم القاعدة في قبضة الأجهزة الأمنية حيث تمكنت أجهزة الأمن في مدينة المكلة من ضبط قاضي تنظيم القاعدة عقب مداهمة أحد الأوكار الإرهابية التي كان يختبئ فيها وأفدى مصدر الأمني بأن القاضي يعد من ضمن مجموعة قضاء كانوا في محكمة الحزبية التابعة للتنظيم الإرهابي أثناء فترة سيطرتهم على المدينة لافتن لأن المحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام والرجم حتى الموت بحق مدنيين من أبناء حضرموت دون تحقيقات أو إجراءات قانونية وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فراج البحثني أن الحرب مع تنظيم القاعدة مستمرة والخطوات متواصلة من أجل تحديث الأجهزة الأمنية واستئناف نشطاتها بشكل أكبر على رأسها جهاز الاستخبارات ورفضها بالإمكانات الكبيرة للقيام بواجبها وتحمل مسؤولية حفظ الأمن والأمان مع القوات العسكرية المتواجدة في الميدان حاليا اليمن إلى أين؟ بهذا التساؤل كتب الكاتب حسن قائد الصبيحي في موقع الموقع بوست وقال في أجزاء منه حدثان يفرضان نفسيهما على التطورات التي تشهدها ساحة المواجهات في اليمن الآن الأول محوره صنعاء مكانا لتفاعله وبلورة اتجاهه والثاني محوره مدينة عدن منطلقا لشرارته ومركزا لتفاعلاته وتأثيره والحدثان في حالة نجاحهما يشكلان البيئة التي يتبلور فيها حل الأزمة اليمنية التي طال أمدها والبداية الصالحة لرفع معاناة اليمنيين التي لا مثل لها ولم يشهدها اليمن طوال التاريخ شاءت الصدفة أن تتأزم العلاقة بين أطراف الحوار في الكويت ويلجأ صالح وجماعة الحوثي لشن هجمات ارتجالية على جبهات المواجهة في صرواح والصبيحة وتاعز وباب المندب وكانت أشدها استهدافا الجبهة التي يتشكل منها الخط الحدودي الفاصل بين اليمن والمملكة السعودية ربما يكون تطور الوضع ومسار المعارك أدى إلى مراجعات كثيرة من قبل صالح وحلفائه وربما شعر أصحاب القرار في طهران بأنها معركة خاسرة ولا بد من مخرج قبل أن تحيق بالعملاء في صنعاء الهزيمة النهائية والساحقة بعد أن بدت نظرها في الأفق وربما يحاول الحوثيون وصالح ركوب موجة المبادرة الأمريكية لضمان العودة إلى صنعاء وبعدها يتم التحلل من كل الالتزامات كما هو الحال في كل التعهدات التي انتهت قبل أن يجب حبرها وإذا كان هناك من بصيص أمل فإنه يأتي من عامل التوقيت الذي اختاره الأمريكان فهم وبما تبقى لهم من رصيد من الحصافة السياسية التي كنا نعرفها قد أهدرت في عصر أوباما وربما يكون اللاعب الأمريكي قد لمح عن قرب وهو كما نعرف لي سبب عيد عن ساحة المعارك أو من مراكز صناعة القرار لمح بأن صالح والحوثي اقتربا كثيرا من لحظة تجرع الهزيمة وأن الفرصة سانحة لعرض أو فرض مبادرة السلام الأمريكية في مثل هذا التوقيت صحيفة الخليج الإماراتية عنونت صد هجمات للميليشيات في محافظة تعز مصدر في المقاومة بمحافظة تعز أفاد لصحيفة الخليج أن أحد عشر من عناصر الميليشيات الإنقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهة مع قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأوضح المصدر أن رجال المقاومة والجيش الوطني تمكنوا من كسر هجوم مصحوب بقصف عنيف لميليشي الحوثي والمخلوع على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محيط معسكر اللواء 35 وجبل هان والصياحي والمواقع المحيطة به وأجبروهم على الفرار وأشار إلى إصابة ثمانية من رجال الجيش الوطني والمقاومة وإصابة مدنيين اثنين جراء القصف المستمر للميليشيات على الأحياة السكنية صحيفة الحياة قالت إن الرئيس هادي دعا المجتمع الدولي إلى مساندة بلاده في مواجهة التحديات بعد نزوح حوالي ثلاثة ملايين إلى مناطق داخلية في البلاد نتيجة ممارسات ميليشي الحوثي والرئيس المخلوع صالح وقال هادي لدى اليمن ما يقارب أكثر من مليون شخص بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر غير شرعي وشهريا يصل إلى اليمن أربعة عشر ألف لاجئ واثنى عشر ألفا منهم من الجنسية الأثيوبية وألفان من الصوماليين وبلغ عدد الواصلين الجدد إلى اليمن في النصف الأول من هذا العام أكثر من واحد وستين ألف شخص وفق بيانات الأمم المتحدة وأضاف الرئيس هادي التعامل مع قضية اللاجئين والمهاجرين يجب أن تتم من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إليها مطالبا بإيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والصراعات التي تؤدي إلى الهجرة الكاتب محمد مختار الشنقيطي وفي مدولات الجزيرة كتب مقالا بعنوان أوراق الربيع سجود الجندي وسجود الجنيد وقال فيه تعاني المجتمعات العربية الحالية من انشطار في الذات عميق فصل الحق عن القوة والدولة عن الشعب فحال بين الحق وبين الاستقواء بالقوة وحال بين القوة وبين الاسترشاد بالحق وقد كشف الشاعر الثائر محمد إقبال خطورة تنفصال الحق عن الحق عن القوة بأسلوبه الأدبي البديع فبين أن الدين بغير قوة مجرد فلسفة وأكد أن سجود الجندي خير من سجود الجنيد لأن سجود الجندي رمز لتلاحم الحق والقوة أما سجود الصوفي المشهور للجنيد فلا قوة فيه ولا حياة إذ ينقصه عز القيام ولا تزال الجيش العربية ببنيتها وثقافتها الحالية حاجزا كثيفا أمام التغيير الديمقراطي الذي تطمح إليه الشعوب وتتطلع إليه وهي قيد يجعل كل المكاسب الكمية التي تحصل عليها قوة تغيير الديمقراطي هباء أمام القوى النوعية التي يمثلها الجيش وقد حرصت الأنظمة العربية وظهيرها الدولي على فصل الجيش عن الشعوب بنية وإدارة وثقافة وتكوينا وهو انفصال ترجع جذوره إلى أيام الاستعمار والنخبة التي ارتبطت به فسلمها مقاليد الأمور من بعده ثم اتسعت الهوة أكثر بين الجيش والشعوب مع عسكرة الأنظمة العربية التي بدأت بانقلابات سوريا ومصر منتصف القرن العشرين من وجهة نظر فنية يمكن تصور ثلاث طرائق في تعامل القوى السياسية مع الجيوش الخيار الأول تحييد الجيش سياسيا ببناء تحالفات سياسية عريضة تضع الجيش وجها لوجه أمام الشعب كله أو جله وبذلك لا يجد الجيش خيارا غير التخلي عن دعم الاستبداد الخيار الثاني هو غزو الجيش من خارجها من خلال بناء قوة موازية لها كما فعلت قوة يسارية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية منتصف القرن العشرين الخيار الثالث هو اختراق الجيش من الداخل من خلال عملية تسرب بعيدة المدى تنتهي بالإمساك بمفاصل الدولة والسيطرة عليها مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة